راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي بلة الضمان والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان تشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الدرس الماضي من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بدء الاتصال بأهل المدينة وذلك عندما وفد في الحج ستة ممن أراد الله بهم السعادة فكانوا أول من أسلم من أهل المدينة وذهبوا إلى قومهم فنشروا الإسلام وحدثوهم عنه ثم بعد ذلك توالت الأحداث وصار ما صار من الإسرائي والمعراج وكما تقدم معنا في الدرس الماضي بعد ذلك في الموسم الذي يليه جاء وفد آخر وكان هذا من السنة الثانية عشرة من البعثة النبوية جاءوا من المدينة وكانوا اثنى عشرة رجلا التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام حدثوه دعاهم إلى الإسلام كانوا عشرة من الخزرج وكانوا اثنين من الأوس على الرغم من أن الستة الذين قدموا في العام الذي قبله كانوا كلهم من الخزرج مما يدل على أن نشاط الدعاة في العام الماضي تركز على عشيرتهم وعلى جماعتهم لذا أتى عشرة من الخزرج ولم يمنع ذلك أن الدعوة انتشرت في الأوس على ما كان بينهما من قتال وخلاف وشجار وثارات لكن الإسلام يجمع ولا يفرق الإسلام سبب لسعادة البشر في الدنيا وفي الآخرة عباد بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه كان أحد النقباء ويخبر رضي الله عنه وأرضاه أنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة أو على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض علينا الحرب فيقول على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب الآن هذه سميت أو سماها عباد رضي الله عنه بأنها بيعة النساء لأنها مثل ما جاء في القرآن في آخر سورة الممتحنة والعلماء فصلوا في ذلك فقالوا إن بيعة عبادة ابن الصامت في بيعة العقبة الأولى لم تكن بيعة النساء طيب كيف نفعل وقد صرح بذلك عبادة قالوا وهذا اختيار الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم قالوا إن عبادة رضي الله عنه وأرضاه بايع بيعتين بيعة العقبة وهي أجل وأشرف البيعات وبيعة أخرى بعد فتح مكة فكان إذا ذكر البيعة نسب البيعة الأولى وهي بيعة العقبة لأنها أعظم وأكرم وأجل من جميع البيعات الأخرى إذ هي أصل الإسلام وأصل انتشار ودخول الإسلام إلى المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام بايعهم وستأتي معنا إن شاء الله البيعة أو الصيغة التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة الأولى والثاني أيضا الآن استوثق لنفسه عليه الصلاة والسلام من هؤلاء وبايعهم على التوحيد وبايعهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم لكن أخبر عبادة أن القتال والحرب لم يفرضا بعد وهذا دليل على أن لكل زمان مقالته وحالته التي تناسبه فوقت الدعوة تحت الضغوط والتهديد يختلف عن وقت الدعوة في حال القوة والعزة والمنع ثم بعد أن أخذ منهم البيعة بيعات العقبة الأولى رجعوا إلى قومهم كي يدعوهم إلى الإسلام لكنهم كانوا في حاجة إلى من يعلمهم ويعينهم كانوا في حاجة إلى من كانت له خبرة أوسع أعظم منهم في الدعوة إلى الله عز وجل وإلى من هو أعلم منهم بشرع الله تعالى فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه مصعب هذا كان أنهد شاب في مكة يعني بالتعبير العام كان نعناعة كما يقال رجل أو شاب وسيم تتمناه كل فتيات مكة كان ثريا ومن عائلة كريمة وكان يلبس أفخر وأثمن وأجمل الثياب ويرتدي أفضل العطور حتى يقال أنه إذا ما حتى يقال إنه إذا مر بشارع عرف من جاء بعده أن مصعب قد مر من هذا الشارع ولكنه عندما أسلم قامت عليه عشيرته آذته أمه وعذبته ربطه عمه في حصير وجعل الدخان والنار من تحته تعذيبا له على أن يرجع عن دينه فلم يرجع فتغيرت حاله وأصبح الناس يرون عليه شظف العيش لكن كل ذلك في جنب الله عز وجل وكذا إذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب فإن حال الإنسان يتغير إن تغير تغيرا ظاهريا فإن الجوهر ما زال في أفضل وأحسن أحواله بعث معهم مصعب ومصعب رضي الله عنه أرضاه عندما ذهب إلى المدينة كان رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو المبعوث السامي بحق لا بالباطل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو الناس فدعاهم واشتهد في دعائهم ونزل عند أسعد ابن زرارة رضي الله عنه نزل عند أبي أمامة ذاك الصحابي الشاب الفتي الصغير لكنه سعيد بإسعاد الله تعالى عز وجل له بأن عرف كيف يختار وعرف كيف يرى في الإسلام ويرى في النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل البشرية فقبله واعتنقهم منذ البداية ولم يتردد نزل عنده ضيفا فكان هو وأسعد يدوران يزوران يذهبان إلى القبائل إلى البيوت يدخلونها ويدعونهم إلى الله عز وجل وفتح الله بهما فتحا عظيما لكن في كل قوم هناك الأكابر هناك الجبابرة العتات هناك الذين لا يقبلون الحق لأنه يؤثر في سلطانهم ويؤثر في ما حولهم أسعد بن زرارة كان ابن خالة سعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهل سيد الأوس رضي الله عنه أرضاه فلما سمع بما حصل تحدث مع قرينه وصاحبه أسيد ابن حضير رضي الله عنه وكان هو أيضا سيد من سادات بني عبد الأشهل فقال له يا أسيد لا أبا لك انطلق إلى هذين الرجلين قد أتى يا دارين ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتينا دارين فإنه لو لا مكانت أسعد ابن زرارة مني وهو ابن خالتي وقد علمت ذلك ولا أجد عليه مقدما قال قد علمت لو أنه لم يكن من خالتي لكفيتك فذهب أسيد بن حضير أخذ معه الرمح حتى وقف على أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير طبعا أسعد رضي الله عنه أرضاه عندما رأى أسيد قال يا مصعب هذا سيد قومه قد جاءك ترى انتبه هذا ما هو مثل أي واحد تدعوه هذا مقدم في قومه هذا علم هذا سيد مطاع قال فاصدق الله فيه يعني ادعوه بإخلاص لأنه إن فتح الله على يدك تبعه قومه قال مصعب إن يجلس أكلمه ما عندي مشكلة عني الشغلتي أنا ما أتيت إلا لأدعو إلى الله عز وجل لا إشكال عندي مطلقا فوقف عليهما متشتما يعني كذا في وضعية هجوم وضعية عداء ومستعد لأي أمر للقتال للشجار للشتم والسم فقال ما جاء بكم إلينا تسفهان ضعفائنا اعتزلان إن كانت لكما بأنفسك ما حاجة قال أيوة إذا أردتم أن نجعت وكنتم تريدون الحياة فاعتزلان وإلا لقيتم منا ما تكرهون فقال له مصعب أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره يا خليش ما تجلس وتسمع ما عندنا إن رأيت ما يعجبك قبلته وإن لم ترى ذهبنا وتركناك فقال أنصفت ثم ركز حربته وجلس إليهما شف سبحان الله مشرك وقد أتى للقتال لكن عنده إنصاف هذا الإنصاف يفتقده كثير من المسلمين كلمه عن الإسلام قرأ عليه القرآن ما جاء بجديد مصعب لم يأتي بجديد إنما عرض عليه دين الله عز وجل بطريقة جميلة لبقة وهذا هو شرع الله هذا هو دين الله أنت لست مطالبا بفتح القلوب وإرغام الناس على الدخول في الدين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء كل ما عليك أن تبلغ والقبول وشرح الصدور هذه عند الله عز وجل فلما سمع ذلك يقول راو الحديث والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله ثم قال ما أحسن هذا الكلام وما أجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين على طول انشرح صدره ما قال أروح أشاور الحرمة ما قال أروح أصلي استخارة طبعا ما عندهم استخارة ما قال طيب بس أنا عندي بضاعة في قريش وكأبدا اقتناع ثم التزام قال ماذا تصنعون قال ولا شيء تطهر تغتسل تغير ثيابك تصلي ركعتين تتشهد إن شاء الله وانتهى الموضوع فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وصلى ركعتين وطبعا تشهد شهادة الحق وصلى ركعتين علماه ثم قال لهم إن من ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن يقصد من سعد ابن معاذ فماذا كانت قصة سعد هذا ما سوف نتعرف إليه إن شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية الإسلام سؤال وجواب موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية الاستشارات التربوية والاجتماعية المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة الموافق لعام 1996 للميلاد اعتمد الموقع العديد من اللغات الأجنبية في تقديم خدماته والتي بلغ عددها 12 لغة تجاوز عدد الزيارات السنوية على الموقع 36.900.000 زيارة وتجاوز عدد الصفحات المستعرضة 193.316.000 زيارة الموقع على الشبكة الاجتماعية السلام عليكم ورحمة الله الآن الآن السيد رجع إلى سعد وهو يريد أن يحتال عليه بحيلة لأنه يعرف أن سعد لن يقبل هذا الدين لو عرضه عليه هو فأرد أن يحتال بحيلة فرجع إلى القوم إلى النادي الذي كانوا فيه سعد رجل ذو فراسة لما رآه قال والله لقد عاد إليكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به وهذا من الأدلة على أن الإسلام إذا خالطت بشاشته القلوب تغيرت حال الإنسان وإن في ذلك لآيات للمتوسمين الإنسان الذي يستطيع أن يرى يعرف ذلك يعرف جمال الإيمان في وجه البني آدم تراه تجد فيه كما أنك في كثير من الأحيان وليس هذا من شغل الصوفية أو الكشوفات أو كذا لا قد تنظر إلى إنسان من أهل الدين من أهل الصلاح وترى في وجهه سويدات ترى في وجهه شيء من أثار وشؤم المعصية وليس كل يرى ذلك لكن بعض الأحيان قد يوفق الإنسان إلى رؤية ذلك ويحذر أخاه يا أخي انتبه اتق الله عز وجل هذه أمور بينك وبين الله لما رآه سعد فقال له يعني ما فعلت قال والله ما رأيت بأسا حقيقة يعني الكذب خيبة زي ما يقولون لكن نهيتهم عن فعل ذلك وقالوا نفعل ما أحببت المشكلة مهنة يا سعد المشكلة أني قد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد ابن زرارة ليقتلوه لالك لأنهم عرفوا مكانته منك عرف من خالتك أرادوا أن يقتلوه كي يغيظوك فقام سعد مغضبا مبادرا متخوفا للذي ذكر له من بني حارثة أخذ الحربة من يد أسيد وقال والله ما أراك أغنيت شيئا يعني ولك إني أرسلتك ولني كني استفت من ذلك اللي أنا أردتك أن تفعله ما كفيتني فذهب وخرج إليه ما سعد لما وصل وهو متحفز رآهما مطمئنين عرف أن أسيد احتال له بحيلة كي يسمع منهما فقام متشتما ونفس الكلام وقال له مصعب رضي الله عنهم وأرضاه يعني اجلس و نحدثك طبعا لأنه أسعد ابن خالته قال هذا السيد هذا ترى إن تصدق الله عز وجل معه هذا يعني يتبعه كل قومهم وقال سعد يا أبو أمامة أنت ولد خالتي وأن كذا ما الذي تفعله ترى لا يغرن كذلك لأنه قد اتخذت إجراء قد يغضبك ويسوءك فجلس مصعب وقال له يعني نحدثك وتسمع إن رغبت فيه الحمد لله ما رغبت فيه لك عهد علينا أننا لا نؤذيك ولا نسمعك ما لا يرضيك فقال أنصفت وبالفعل دعاه إلى الله عز وجل ولإخلاصه ولحسن تعامله وإلقائه وقراءته للقرآن شرح الله صدر سعد وبالفعل فعل مثل أسيت كيف تصنعون فأخبروه أنك تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد شهادة الحق وتصل لركعتين وانتهى الموضوع أنت منا ونحن منك ففعل ذلك واغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق وصلى ركعتين ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير الآن راح ليقاتل وينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر فعاد هو وأسيد فقال القوم عندما رأوهما مقبلين قالوا لقد جاء بغير الوجه الذي ذهبا به أيضا فراسة فطنة هذا ليس بالوجه وجه السيد الذي ذهب من عندنا فقام فجمع رجالهم ونساءهم وأطفالهم كل قبيلة بن عبد الأشهل وقال كيف تعلمون أمري فيكم أي رجل أنا فيكم قالوا سيدنا وأوصلنا وأسدنا رأيا وأفضلنا وأيمننا نقيبة يعني أنت الرجل أنت السيد المطاع قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمن بالله وبرسوله قال قال فوالله ما أمسى في دار بن عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلما ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد ابن زرارة فقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام شوف سبحان الله تغير فوري جذري بسبب مصعب ابن عمير الإسلام دخل المدينة بيوتها وعشائرها وقبائلها بسبب مصعب رضي الله عنه وأرضاه وهذا كان التوطئ خلال عام كامل ما بين البيعة العقبة الأولى والعام الذي يليه حيث حصلت بيعة العقبة الثانية الآن لما النبي عليه الصلاة والسلام مكث هذا العام بعد الموسم الأول ما زال يدعو ويصدح بالدعوة وقريش ترى ويتنامى إلى أسماعها أن القبائل بدأت تستجيب إلى الإسلام طبعا جاءتهم الأخبار من المدينة أن هناك فتية يدعون إلى توحيد الله وأنهم استقوا دعوتهم تلك من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هذا الذي عندكم صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ الدم يغلي في عروق المشركين وبدأوا يحس كالحيوان المفترس الذي يطارده حيوان مفترس آخر بدأوا يشعرون بالخطر يحدق بهم من جميع الأماكن فاشتدت أذيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه وقد أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لهم بالهجرة الأولى والثاني الحبشة فلما عادوا أذن لهم أن يهاجروا إلى المدينة فأصبحوا يرون أصبحوا يرون أن أولئك الصبات أولئك الذين خرجوا عن ديننا أولئك السفهاء أخذوا يهاجروا ويذهبوا إلى مكان قد يتقوّوا فيه فاشتد أذاهم عليهم عاما كاملا إلى أن قدم وفد من الأنصار في موسم الحج فبايعوا بيعة العقبة الثانية وهذه هي البيعة الثاني والأخيرة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام رحل منهم من أهل المدينة إليه عليه الصلاة والسلام بضع وسبعون رجلا وامرأة الآن الوفد كبير كلهم مسلمون خرجوا مع قومهم من المدينة بإسلامهم وقومهم غالبيتهم مشركون فهم خرجوا وعرفوا بأن والله هذون من أهل المدينة الغالبية العظمى من المشركين ومناسكهم مناسك شرك لكن البضع وسبعون فرد من هؤلاء كانوا على إسلامهم فلما كانوا في منا يعني وعدوه في شعب العقبة وكانوا يتسللون تسلل القط رجل رجلين رجل رجل بحيث أنه ما يحصل أي لفت للانتباه وليتلطف فليتلطف ولا يشعرنا بكم أحدا هذا مبدأ في الدعوة إلى الله عز وجل لا تسوي جلبه هيلمان وأصوات وثم بعد ذلك تجلب الناس والأعداء عليك وتذهب أمورك يعني فرطا ولذلك جاء في الحديث الذي هو إن شاء الله حسن استعينوا على إمضاء حوائجكم بالكتمان ليش فإن كل صاحبي أو كل ذي نعمة مغبون هناك من يحسد هناك من يدبر الأمور ويكيد المكائد لذلك يعني أن يتلطفوا وأن يعرفوا مقدار حجمهم حقيقة على الأرض قبل أن يتورطوا ويورطوا غيرهم كم من القرارات الارتجالية التي حصلت في الدعوة إلى الله عز وجل من قبل المنتسبين للدعوة أثرت لا بالدعوة بل بالإسلام والمسلمين وأمن الناس هذه أمور كلها تحتاج وتفتقر إلى حكمة الشيوخ تحتاج إلى علم العلماء العالمين العارفين العاملين لا إلى شبيبة لا إلى حدثاء الأسنان يعدموا الرأي الصحيح والعلم الصحيح هذا كله مما يؤثر على الدعوة سلبا تسللوا حتى اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله نبايعك فبايعهم والنبي عليه الصلاة والسلام على هذه البيعة المعروفة فقال تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العشر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون فيه لوم تلائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة طبعا تمنعونني ممن تمنعون منه أبناءكم وأزواجكم وأنفسكم بمعنى إذا كنت في المدينة أما إذا خرجت خارج المدينة هذه البيعة ليست داخل فيها ولذلك سنرى أثر هذه البيعة في غزوة بدر مثلا عندما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وفي غزوات أخرى لأنه الآن أصبح الانتشار خارج المدينة يقول راوي الحديث فقمنا إليه فبايعناه طبعا أسعد بن زرارة كان شابا وأصغر القوم وهو من بدأ الدعوة مع مصعب رضي الله عنهما قال فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام نحن الرسول يبغي يبايع أخذ بيده قال استنوا استنوا قال رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا ما جينا إلا ونحن نعرف أنه الرسول لكن فكرتم فيما بعد البيعة قال فكرتم أن في إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجلكم على الله وأنكم تخافون أن تجبنوا فبينوا ذلك فهو عذن لكم عند الله ترى انتبهوا لأنه الآن إذا بايعتم مسألة صارت يعني خلاص انتهى لا مساومات لا تنازلات العرب كلها تهاجمكم وتقاتلكم فحتجبنوا ولا تصملوا وهذا أصل لأنه الإنسان ما يعرض نفسه إلى ما لا طاقة عليه به وكل إنسان أعرف بمصلحته إنسان يقوم ويرغد ويزبد ويقول أنا وأنا وأنا وهذا غلط وهذا ثم إذا لطش كفين بكى وجلس في زاوية المجلس ويقول أتوب وأستغفر الله لن أفعل ذلك بعد الآن ضر بنفسه وضر بالدعوة لا إما أن تعلم أنك على حق فتثبت عليه كما ثبت ابن تيمية ألقي في السجن مو شهور سنوات لكن كان على الحق كان على بينة كان على نور من الله بخلاف أولئك الذين على المناهج الأخرى المختلفة الإرهابية كذا يظنون أنهم على حق ولكن بلا علم فهم على ضلال وهم على بدعة وهم على باطل لأنهم لم يبنوا لم يبنوا ذلك على قرآن أو سنة بفهم السلف الصالح ولا على أقوال العلماء العالمين العاملين إنما بنوا أقوالهم على أقوال أناس مغمورين مجهولين لا يعرف لهم بعلم أو بحكمة أو بشيء من هالقبيل فقالوا له يا أسعد ابتعد عنا فوالله لا نقي ولا نقيل هذه بيع لازمة لنا فاصل قصير ونواصل بإذن الله عز وجل فابقوا معنا العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقرباً إلى الله تعالى وشكراً على إنعانه بنعمة الولد وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز فالضأن ما أتم ستة أشهر فأكثر والمعز ما أتم ستة فأكثر وما يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها ويثقى في الأضحية العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام امفصال المولود فلا تصح عقيقة قبله ويستحب العقيقة في اليوم السابع فإن تعذر فيسن ذبحها في الرابع عشر فإن تعذر انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين ويوم الولادة يحسب من السبعة ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة بل يحسب اليوم الذي يليها قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه والعقيقة يؤكل منها ويهجى ويتصدق ولم يرد في ذلك تحديد فكيف ما فعل فجائز ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا والطبخ أفضل فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن البيعة قد تمت طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج لمقابلة هذا الوفد من خيرة من في المدينة خرج معه عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه وكان إذاك مشركا لكنه كان مثل أبي طالب محبا لابن أخيه مشفقا عليه وقد جاءت بعض الروايات أنه كان مسلما ولكنه كان يخفي إسلامه كي يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بالأخبار والأنباء ولذلك لم يهاجر وهذا يعني قول ولكنه ليس بالقول القوي والعلم عند الله عز وجل العباس عندما اجتمع بوفد المدينة في البيعة العقبة الثانية قدم للحديث بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه في منعة في قريش بسبب بني عبد المطلب و بني هاشم وأخبره أنه يعني اضطهد في دينه وأنه أراد أن يذهب إلى مكان آخر كي يمارس هذا الدين كما يرضي الله عز وجل إن كانت لكم به قوة وإن كانت لكم له منعة وتستطيعون أن تقوموا بهذه الأمانة يقول العباس وقد نظر في وجوه وفد الأنصار يقول هؤلاء قوم لا أعرفهم أنا تاجر والناس يأتون إلينا من المدينة ونتعامل معهم لكن هؤلاء القوم لا أعرفهم هؤلاء أحداث صغار ومما يدل على أن غالبية الذين بايعوا من هذا الوفد المبارك كانوا من الشباب ولا شك أن الشباب لهم دور لا يمكن إغفاله أبدا فهم عماد هذه الأمة إذا أنت أنشأت جيلا من الشباب على علم على تقى على نور وبصيرة انتصر الإسلام وانتشر الإسلام وسادت هذه العقيدة الأرض كلها بفضل الله عز وجل أما إذا أشغلت الشباب بما لا طائل من ورائه وهذه خطة واستراتيجية إذا أشغلت الشباب بالفن بالموسيقى بالتمثيل إذا أشغلتهم بالرياضة وتشجيعها بينما كرش أحدهم نصف متر أمامه ليس برياضي وليس يعني يحتسب النية الصالحة في بناء جسده إن أشغلت الشباب دمرت الإسلام ودمرت الأمة وهذا ما يسعى إليه أعداء الله عز وجل هؤلاء الشباب فيهم عنفوانه وفيهم قوته وفيهم الزخم القوي لمساندة ونشر الإسلام ولذلك ما عرف منهم أحد العباس رضي الله عنه وأرضاه هكذا بايع الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام الآن عندما خرجوا أخذ البراء بن معرور في بعض الروايات يده أي يد النبي عليه الصلاة والسلام وقد تلع عليهم القرآن ورغب في الإسلام وقال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وإلى آخر القرآن فقال البراء بن معرور نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا يعني هذا أخص وأقرب شيء إلي ويطلق كناية عن النساء والأهل والأولاد فلن نمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل حرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر شوف يتوثقوا لأنفسهم وفي الوقت ذاته يعلنون أن يا رسول الله مرنا نبغى أمرك بس فقام أبو الهيثم بن التيهان متسائلا يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا يعني اليهود في بيننا مواثيق وإن بيننا عهود وإنا لقاطعوها الأحلاف هذه والتولي فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فتبسم عليه الصلاة والسلام قال بل الدم بالدم والهدم بالهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم وبذلك تم الأمر واستشاره العباس بن فضالة رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن شئت لنغيرن بسيوفنا على أهل منا فلا نتركن منهم أحد الآن نحن سبعين أمرنا ونحن نقضي عليهم عن بكرة أبيهم فقال لم أؤمر بهذا صلى الله عليه وسلم لكل مكان مقال وهذه مسألة لم أؤمر بها فلا قتال ولا أهيج الناس علي رجع الناس إلى المدينة لكن صرخ الشيطان في ليلتهم تلك بأن محمد يدعو الناس في منا فقدم وفد من المشركين على وفد المدينة على وفد أهل المدينة الذين تقدموا قلنا أن منهم قلنا إن منهم المشركين ومنهم نفر من المسلمين فسألوهم إن كان محمد قد جاءهم أو تحدث معهم فحلف المشركون من أهل المدينة أنه والله ما جاءنا ولا دعانا ولا اختلطنا به وهم صادقون لأنهم لم يعلموا بتسلل المسلمين منهم إلى مقابلته والمسلمون ينظر بعضهم إلى بعض ومر الأمر بسلام لكنهم أي المشركين ما ارتاحوا لهذا الجواب وعلموا أن هناك أمور تجري في الخفاء وأنها عاقبتها لن تسرهم لذلك اجتمعوا وقرروا أن يجتمعوا في دار الندوة الآن أحسوا بالضغط وأحسوا بما يحصل فاجتمعوا في دار الندوة لكي يروا ويضعوا حلا جذريا لهذه المشكلة التي هي ماثلة أمامهم إسلام انتشر في الجميع في الذرية في الأزواج في الأخوان في الأقارب وبدأوا يتسللون شيئا فشيئا إلى المدينة فما هو العلاج الجذري؟ قال بعضهم ننفيه خارج مكة قالوا ما صنعتم شيء هذا هو ما يريده قال بعضهم إذن نحبسه فلا يرى ضوء الشمس ولا يرى منا إلا الطعام حتى يموت قالوا لن يؤثر ذلك الشيء الكثير لأن دعوته ما زالت قائمة جاء في كتب السيرة أن شيخا نجديا أتاهم وطلب منهم أن يحضر معهم الاجتماع وهم لا يعرفوا قال ولكنكم لن تعدمون مني رأيا وكان شيخا مهيبا وهذا هو إبليس لعنه الله تشكل في هيئة ذلك الشيخ وحضر معهم الاجتماع فقام أبو جهل وقال إن لي عندكم رأيا لن تعدموا منه خيرا ما أراكم والله يعني أو ما أرى لكم أفضل منه قال وما هو يا أبو الحكم قال تنتدب رجلا من كل قبيرة من قبائل قريش شابا فتيا جلدا ثم يغيرون على النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام على بيته وهو في بيته ليلا فيقتلونه فتتفرق أو فيتفرق دمه بين القبائل حتى إذا أرادت بن هاشم أن تأخذ بثأرها لم تستطع أن تقاتل كل قبائل قريش فقال الشيخ النجدي هذا إبليس لعنه الله قال هذا هو الرأي فاتفقوا على ذلك وكادوا للنبي عليه الصلاة والسلام ونعلم ما حصل من أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه وأذن له بالهجرة لأن أبو بكر كان طيلة الوقت يا رسول الله إئذن لي في الهجرة والرسول عليه السلام يقول له إصبر يا أبو بكر لعل الله يجعل لك صاحبا ففطن أبو بكر رضي الله عنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني أن يكون هو صاحبه إلى أن جاء ذلك اليوم الموعود وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم عائشة يأتي غدوة وعشيا يعني يأتي في الصباح وفي المساء يزور بيت أبو بكر وزوجته عائشة إلا أنه لم يبني بها لأنها كانت صغيرة ففي ذات يوم في الظهيرة جاء متقنعا يعني كأنه متعمم ومغط لوجهه متلثم وهو أمر لم يكن يفعله عليه الصلاة والسلام أنه يأتي في وقت الظهير والناس نيام مرتاحون وهو متقنع أيضا دل على أن هناك أمرا عظيما فدخل وطلب عليه الصلاة والسلام أن يخرج أبو بكر من عنده من أهله فقالوا يا رسول الله إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي هذا الأهلك يعني ابنة عائشة وأمها أم رمان هذه أم زوجتك كلهم أهلك يا رسول نحن فداء لك فقال إني قد أذن لي في الخروج أذن الله له بالهجرة فقام أبو بكر فقال الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني أن أناشدك الصحبة أني أنا أكون صاحبك فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وتقول أمنا عائشة فما رأيت أحدا قط قبل يبكي من الفرح كما رأيت أبا بكر يبكي من الفرح إذ ذاك سبحان الله من شدة الفرح والحب للنبي عليه الصلاة والسلام بكى أن الله عز وجل قد أذن له في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام له راحلتان يعدها من قديم على أن يهاجر عليها فعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام بالثمن أخذ واحدة لكن بالثمن أنقذك ثمنها وأعطاه الثمن واستعدوا للهجرة إلى المدينة وقد قام في الفعل أو بهذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام حسب ما أمر وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم تفصيل أكثر بإذن الله عز وجل للهجرة النبوية المباركة فحتى ذلك الحين أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة